زيت الزيتون مع الليمون استخدموا مزيجاً من زيت الزيتون وعصير الليمون قبل النوم ستستفيد من فوائد هذا العلاج السحري حيث ستشعر بقوة وحيوية في كل ليلة ولا يهم إن كنت تتجاوز عمر الثمانين فسوف تستعيد شبابك وحيويتك إذا كنت تعاني من التهاب وتضخم في البروستاتا أو أمراض القلب أو مرض السكري أو تشمع الكبد أو تعاني من العقم أو الضعف الجنسي وخصوصاً إذا كنت رجلاً أنصحك بمشاهدة الفيديو حتى النهاية للاستفادة من هذه الوصفة الصحية المتميزة قبل أن نبدأ صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات وقم بالاشتراك في القناة صحتك أفضل لنستمر في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لكم إذا تنولت زيت الزيتون مع عصير الليمون ستكتشف تأثيرهما الرائعة على جسمك يعتبر زيت الزيتون واحداً من أقدم أنواع الزيوت المعروفة للإنسان ويعتبر الأفضل نوعاً بفضل محتواه الغذائي الغني الذي يعزز صحة الجسم بالإضافة إلى ذلك يعتبر زيت الزيتون أحد المكونات الأساسية في إعداد العديد من الأطباق الشهية فهو يضفي نكهة لذيذة وفريدة على مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية الليمون هو واحد من أبرز الفواكه المعروفة والتي تتواجد في كل منزل بفضل طعمه الحامض المميز وغناه بفيتامين سي الهام في هذا الفيديو المقدم من قناة صحتك أفضل سنقدم لكم فوائد تناول عصير الليمون مع زيت الزيتون حيث أثبت الليمون فاعليته في مقاومة العديد من الأمراض أولاً يساهم هذا الخليط في الحفاظ على صحة الكبد ووظائفه الحيوية يعتبر الكبد واحداً من أهم الأعضاء التي تقوم بتنقية الدم وتعزيز عملية الهضم وباستخدام الليمون وزيت الزيتون يمكن تحسين صحة الكبد وحمايته من مرض التهاب الكبد الوبائي يمكنك الحماية من الفيروس الذي يسبب التهاب الكبد الوبائي عن طريق تناول ملعقة من عصير الليمون مع زيت الزيتون قبل تناول الطعام هذا الاقتراح يساعد في القضاء على الفيروس وتعزيز صحة الكبد المزيج من عصير الليمون وزيت الزيتون يحتوي على كمية ملائمة من الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة وهذه المكونات تعزز مناعة الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ثالثاً يساهم هذا المزيج في عملية تخسيس الوزن ومنع تراكم الدهون في الجسم يقلل من الشهية بسبب احتوائه على حمض الأوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هرمون يساعد في التحكم بالشهية وتنظيم الطعام المتناول رابعاً يساعد هذا الخليط في تنظيم مستويات الكوليسترول الضار في الدم والحد من خطر حدوث الجلطات يعزز تواجد هرمون الشعور بالشبع في الجسم وبالتالي يساهم في تنظيم مستوى الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر تكون الجلطات خامساً يحسن هذا الخليط منظر الجسم بشكل عام حيث يجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وحيوية يعزز من إشراقة البشرة ويجعلها أكثر وضوحاً ونقاءاً بالإضافة إلى ذلك يزيل الهالات السوداء التي تتكون تحت العينين ويحسن مظهر المنطقة الحساسة حول العينين سادساً يساهم هذا الخليط في تفتيت حصوات الكلا وتسهيل خروجها بفضل تأثير زيت الزيتون يتم تحريك الحصوات المتراكمة في الكلا باتجاه المثانة مما يسهل عملية التخلص منها عن طريق البول تتضمن طريقة مسج الليمون مع الزيتون بخطوات بسيطة حيث يتم خلط فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون ويوصى بتناول هذا الخليط في الصباح الباكر على الريق للاستفادة القصوى من فوائده استخدم هذه الطريقة السحرية للاستفادة من فوائد زيت الزيتون والزنجبيل قبل النوم ضع قليلا من زيت الزيتون والزنجبيل على جسمك وتركهما لمدة ليلة واحدة ستكتشف أنك لن تستغني عن هذه الوصفة طوال حياتك حيث تتمتع بفوائد مذهلة للبشرة والصحة العامة زيت الزيتون والزنجبيل يعتبران من أفضل وأكثر الزيوت فائدة على الإطلاق زيت الزيتون والزنجبيل هما جوهرتان ذهبيتان يتميزان بفوائد لا تعد ولا تحصى عرف زيت الزيتون منذ العصور القديمة عند قدماء المصريين والرومان والإغريق وأطلق عليه لقب شجرة المعجزة لأنه يتميز بتنوع استخداماته في التنظيف والصحة العامة أما الزنجبيل فيعد واحدا من أكثر الأعشاب فعالية وفائدة في علاج العديد من الأمراض ينمو الزنجبيل كنبات تحت التربة مشابها لدرنات البطاطا ويتميز بأزهاره الصفراء الجميلة ينتج من توليف زيت الزيتون مع الزنجبيل مصلا ذهبيا لون له قدرة استثنائية على علاج العديد من الأمراض سنستعرض بعضا من الفوائد العظيمة لهذا الزيت المذهل 1- خصائص مضادة للأكسدة يحتوي زيت الزيتون والزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة التي تساهم في مكافحة الجذور الحرة وتحمل جسم من التأثيرات الضارة للأكسدة 2- تعزيز الجهاز الهضمي يعد الزنجبيل مفيدا لتحسين الهضم وتخفيف الاضطرابات المعاوية مثل الغثيان والقرحة المعاوية 3- دعم صحة القلب يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الصحية والمضادة للالتهابات التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية 4- تقوية جهاز المناعة يساعد تناول زيت الزيتون والزنجبيل في تعزيز وتقوية جهاز المناعة مما يجعل الجسم أقوى في محاربة الأمراض والعدوى 5- دعم صحة الجلد يمتاز زيت الزيتون بقدرته على ترطيب البشرة وتجديدها كما يعمل الزنجبيل على تحسين مرونة البشرة ومكافحة الالتهابات الجلدية هذه بعض الفوائد المدهشة التي يقدمها تركيب زيت الزيتون مع الزنجبيل ويعد تناولهما جزءا مهما للعناية بالصحة العامة زيت الزيتون والزنجبيل يعملان بشكل سريع وفعال على تحسين الحالة الصحية على النحو التالي أولا تنشيط الدورة الدموية يساعد هذا الزيت المذهل على تعزيز تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية مما يعزز الدورة الدموية ويسهل تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ثانيا التدفئة وتخفيف درجة الحرارة يعمل زيت الزيتون والزنجبيل على تسخين الجسم وتخفيف درجة الحرارة المرتفعة مما يوفر راحة وارتياحا للجسم ثالثا زيادة النشاط وتحريك الجسم يعزز هذا التوليف من النشاط والحيوية في الجسم ويساعد في التغلب على الخمول والكسل رابعا تطهير الجسم وتحسين عملية الهضم يساعد زيت الزيتون والزنجبيل في تطهير الجسم من السموم وتحسين عملية الهضم مما يسهل عملية الهضم ويعالج حالات الإمساك خامسا تخفيف الغازات وتقليل الانتفاخ يعد هذا التوليف مناسبا للتخفيف من الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ باختصار زيت الزيتون والزنجبيل يوفران العديد من الفوائد الصحية المذهلة ويعدان طريقة فعالة وطبيعية لتعزيز صحة الجسم والعافية العامة تتميز تركيبة زيت الزيتون والزنجبيل بفوائد مذهلة في مجال الصحة العقلية والهضمية فهي تعزز الاستقرار النفسي وتخفف من التوتر والقلق وتلعب دورا هاما في تحسين حالات الاكتئاب والقولون العصبي بفضل تأثيرها المهدئ فإنها تساعد في تهدئة الأعصاب وتحقيق الاسترخاء النفسي العميق زيت الزيتون والزنجبيل يتمتعان بقدرة فريدة على تخفيف العديد من الآلام والمشاكل الصحية فهما يعملان على تخفيف آلام الحيض لدى النساء وتقليل حدة آلام الشقيقة وبفضل خصائصهما المضادة للالتهابات والمطهرة يمكن أن يساهما في علاج الربوي والزكام ونزلات البرد التي تؤثر على عملية التنفس بالتالي يعد تناول زيت الزيتون والزنجبيل خيارا مثاليا لتخفيف الألم وتعزيز الشفاء في هذه الحالات الصحية المزعجة زيت الزيتون الممزوج بالزنجبيل يعتبر علاجا فعالا لعدة أمراض وحالات صحية مختلفة فهو يساهم في علاج مشاكل الكلا والكبد ويعزز صحة القلب بفضل قدرته على معالجة أمراض المفاصل وتقليل التهاباتها ويساهم في تحسين الحالة العامة للمفاصل كما يمتلك القدرة على خفض مستوى الكوليسترول في الدم والحفاظ عليه في المعدلات الطبيعية يعتبر زيت الزيتون والزنجبيل مضادات للسرطان حيث يساهمان في مقاومة أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدي ويساعدان في الوقاية من الأزمات القلبية والجلطات الدماغية لتحضير زيت الزيتون مع الزنجبيل ستحتاج إلى خمس حبات من زنجبيل أخضر طازج وكوبين من زيت الزيتون قشر الزنجبيل واغسله وجففه جيدا من الماء ثم أبشر الزنجبيل وضعه في قدر مانع للالتصاق أضف زيت الزيتون إلى القدر وضعه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم أضف الزنجبيل المبشور إلى زيت الزيتون المغلي وتركه لبضع دقائق قم بغل الزنجبيل مع الزيت وقم بتحريكه باستمرار لمنعه من الالتصاق وتركه يطهو لمدة تتراوح بين عشرون إلى ثلاثون دقيقة بعد انتهاء الفترة الزمنية يتم إزالة القدر عن النار ويلاحظ تحول المزيج إلى لون أصفر يترك المزيج حتى يبرد تماما بعد ذلك يتم وضع المزيج في علبة زجاجية نظيفة وجافة للحفاظ عليه حتى يتم استخدامه يعتبر وضع قليل من زيت الزيتون تحت اللسان قبل النوم ليلة واحدة إجراء صحيا مفيدا للجسم وستكون المفاجأة في النتائج التي ستحصل عليها زيت الزيتون يعد واحدا من أفضل المواد الغذائية التي تساهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية فهو غني بالعناصر الغذائية المتنوعة مثل الفيتامينات والمعادن ويقدم فوائد صحية عديدة للجسم كما يقوم بحمايته من الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة لقد تم ذكر شجرة الزيتون في القرآن الكريم حيث وصفها الله بالنور والبركة يعتبر زيت الزيتون مضادا حيويا طبيعيا ومضادا للفيروسات والجراثيم كما يقوي جهاز المناعة في الجسم زيت الزيتون يعالج الأمراض الجلدية مثل الهربس والهرش ويقلل من أعراض البرد مثل السعال والزكام كما يساعد في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم ويساهم في تهدئة المعدة بالإضافة إلى ذلك يعزز صحة العظام ويساعد في التخفيف من التهابات المفاصل المختلفة يحفز الشهية لتناول الطعام ويستخدم لمعالجة مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهابات الجيوب الأنفية والربو يعد زيت الزيتون من المواد الغذائية المفيدة للجسم حيث يحارب الشعور بالوهن والتعب والإجهاد كما يعالج قرحة المعدة ويخفف من الغازات والانتفاخ ويحمي الجسم من مشاكل المرارة بفضل مواده التي تحفز إفراز الهرمونات المرتبطة بالبنكرياس والصفراء يساعد زيت الزيتون أيضاً في عملية اتئام الجروح والتقرحات والحروق المختلفة ويساهم في تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته ويمنع تساقطه بالإضافة إلى ذلك يرطب البشرة ويمنحها النظارة والحيوية ويعالج مشاكل البواسير ويساهم في تنظيم عملية البول زيت الزيتون يأتي بفوائد صحية عديدة فهو يحارب أمراض القلب وتصلب الشرايين ويعالج حالات النقرس ويخفض مستوى السكر في الدم وينظم ضغط الدم في الجسم كما يقو الأعصاب ويكافح علامات الشيخوخة المبكرة ويزيد من نسبة الذكاء والقدرة على التركيز ويقلل من انتشار الخلايا السرطانية والسرطانات فيما يتعلق بسرطان الثدي يمكن استخدام زيت الزيتون بطرق مختلفة ومن بينها تناول ملعقة صغيرة منه يوميا على الريق أو قبل النوم بساعتين بعض الأشخاص يفضلون تناول زيت الزيتون مع العسل أو الثوم أو الليمون أو الحليب هذه كانت بعض الفوائد الصحية والاستخدامات المفيدة لزيت الزيتون وعصير الليمون وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو عن فوائد زيت الزيتون مع الليمون نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم وشكرا على المشاهدة ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة شكرا على المشاهدة